وينضم إلينا من أمام البرلمان البريطاني مراسل الغد عمر بشير يا عمر بعد كل هذه المدة الزمنية صدر القرار ضعنا في حيثيته يا عمر نعم محمد يعني كانت اليوم جلسة طويلة وحاسمة بدأت في الساعة العاشرة بأتوقيت المحلي وانتهت في الساعة الرابعة مساء كانت جلسة أخيرة لاستماع محامي السيد محمود أحمد رافع القضية على السفارة القطرية وعلى الملحق الطبي في هذه السفارة عبدالله الأنصاري القرار صدر مساء هذا اليوم بإدانة السيد الأنصاري الملحق الطبي في السفارة القطرية بشكل رسمي بجريمة العنصرية اليوم المعادلة اختلفت بعد أن كانت بالأمس عبارة عن تهم ومنذ خمس سنوات كانت كل هذه القضية في إطار تهم من السيد محمود أحمد على السفارة القطرية وعلى الأنصاري اليوم ثبت القضاء البريطاني هذه التهم باعتبارها جريمة وسوف يحاسب عليها مرتكبوها وهم عبدالله الأنصاري والسفارة القطرية والحصانة يا عمر الحصانة هنا حديثني عن وضعها في عجالة أرجوك نعم الحصانة الدبلوماسية أين موقعها من الإعراب الآن؟ يعني كانت هذه هي السبب تأخر المداولات في المحكمة لأن الحصانة حمت الأنصاري في السنوات الأولى عندما كان يتهرب من رسائل المحكمة التي كانت تدعوه للمثول أمامها كان يتحجج ويتذرع بالحصانة ولكن السفارة كانت تقول أنه ملحق طبي في السفارة هذا كان مدخل للمحكمة كي تجبر الأنصاري إلى المثول أمامها يوم أمس وهو لم ينكر هذه التهم كان أسلوبه ضعيف في الدفاع عن نفسه ما أدى إلى صدور القرار بحقه وبحق السفارة لكن حجم العقوبة سوف يحدد في جلسة التاسع عشر من يونيو المقبل عندما تستكمل المحكمة الإجراءات وتقارن التهم بحجم التعويض المناسب للسيد محمود أحمد عمر بشير مراسل الغد من أمام البرلمان البريطاني شكرا جزيلا أعود لك عمر كلما جد جديد شكرا شكرا